اكد اسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن الإنجاز الذي حققه الفريق الملكي للقدرة بحصوله على المركزين الأول والثاني في بطولة الأردن الدولية للقدرة لمسافة 100 كيلومتر وتحقيق الفريق نتائج جيدة في تأهيل الفرسان والجياد في سباق 120 كيلومترا لبطولة العالم القادمة يترجم الرعاية والدعم الذي تحظى به رياضة القدرة البحرينية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه كما أكد سموه أن الاهتمام الذي يليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ساهم في تحقيق هذا الإنجاز المميز الذي يوضف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها رياضة القدرة البحرينية في الفترة الماضية وأوضح اسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن أهداف عديدة حققها الفريق الملكي في مشاركته في البطولة يأتي في مقدمتها حصول الفريق على المراكز الأولى في سباق 100 كيلومتر وهو تأكيد على المسيرة الناجحة للقدرة البحرينية في المشاركات الخارجية وكتابة فصل جديد من الإنجازات الخارجية الذي يوضف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية وأشاد سموه بحصول الفارس عثمان العواضي على المركز الأول والفارس عبدالله جناحي على المركز الثاني وأوضح اسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن احتكاك واكتساب خبرة للفرسان الناشئين وتأهيل الجياد يعتبر الهدف الأسمى في المشاركة في سباق 120 كيلومتر والتي جاءت نتائجها مميزة عبر اجتياز الفرسان لمراحل السباق بنجاح في خطوة من خطوات تأهيل الجياد ووصولها إلى بطولة العالم للناشئين القادمة التي ستقام في هولندا مطلع سبتمبر القادم وقال اسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كنا على ثقة كبيرة بقدرات فرسان الفريق الملكي في تحقيق النتائج الإيجابية التي تؤكد مكانة القدرة البحرينية في مختلف المحافل الخارجية حيث حرصنا على تقديم كامل الدعم للفريق في هذه المشاركة ووضعنا الأهداف التي تحققت ولله الحمد وأشهد اسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالجهود البارزة التي بذلها الجهازين الفني والإداري للفريق الملكي إضافة إلى عطاء الفرسان وحرصهم على بذل الجهود لتحقيق النتائج الإيجابية هذا وحرص اسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على متابعة البطولة أولا بأول عبر الاتصالات المباشرة مع الجهازين الفني والإداري للفريق الملكي وهو ما ساهم في تحقيق أفضل النتائج خلال البطولة وتمكن الفارس عثمان العوضي من الفوز بالمركز الأول في سباق مئة كيلومتر وجاء في المركز الثاني الفارس عبدالله عيسى جناحي وجرى في نهاية البطولة تتويج الفرسان من الفريق الملكي دكتور خالد انتهت المشاركة في بطولة الأردن الدولية والحمد لله على النتائج التي تحققت ولكن تعليقك الفني على ما قدمها فرسان البحرين أمانة استمتعنا أولا في مشاركتنا في المملكة الأردنية الهاشمية فرساننا لأول مرة يحصلون تجربة المشاركة في أراضي المملكة الأردنية الهاشمية طبيعة مختلفة كان عندنا هدفين رسمنا إياهم سمو الشيخ ناصر الهدف الأول أنه نؤهل الناشئين إلى مشاركتنا في بطولة العالم التي تكون في سبتمبر في هولندن إن شاء الله والمشاركة الثانية هي مسافة المئة كيلو متر وهي تجهيز الجياد إلى الموسم الغادم قبل أن يكون المشاركات في مسافة المئة وعشرين يكون يأنجز مسافة الوينستار المئة كيلو الله وفقنا أننا حصلنا على المركز الأول والثاني في هذه البطولة عندنا الفارس عثمان عوضيه عندنا عبدالله جناحي عملوا التكتيك معين تواصلوا مع سمو الشيخ ناصر أعطاهم الخطة وهو يتابع السباغ عن طريق المواقع الإلكترونية وبدوا يتعاملوا مع السباغ بشكل جداً محترف لله الحمد وفقوا في الحصول على المركز الأول والثاني أما الشباب أنجزوا كنا دخلنا بحوالي 16 فارس خرجنا ب15 فارس من الشباب الناشئين اللي كان متطلب عليهم أن ينجزون المشاركة الأولى مع الجيادهم وهناك أيضاً متطلب مشاركة ثانية بتكون إن شاء الله عقب 19 يوم اللي هي الراحة الإجبارية للخاصة بالجياد وبتكون إن شاء الله أيضاً على أرض المملكة الأردنية الهاشمية لإتمام المتطلبات الأساسية لمشاركة دول بطولة العالم طبعاً تشاركت اليوم مبروك أولاً المركز الأول تعليقك على كفارس شون شفت الأرضية وشون المنافسة والمشاركة مع الفرسان من المملكة الأردنية الهاشمية الله يبارك في حياتك وشير الحمد لله رب العالمي على هالنتيجة طيبة اللي يتفضل من رب العالمي متابعة توجيه سمو الشيخ ناصر معنا من بداية المرحلة الأولى متابعة لنا متابعة حق مجريات السباق في النهاية هالنتيجة طلعت لنا للمركز الأول والثاني مع أول مشاركة لك في الأردن أكيد أنك اكتسبت خبرة من هالمجال دي ما باشاك أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم أشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على إنتاج الطيب واليوم بيض الوي والتابع لحين استبلات كي اتكي اللي سمو الشيخ خاب بن حمد آل خليفة قائل استبلات كي اتكي والحمد لله اليوم أول 100 كيلو حق هاي الأحصان من إنتاج البحرين إنتاج محلي من فريغ الملكي عنده تطور